السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اصدقائي قبل ايش عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة وزارة الداخلية تكشف عن اجراءات جديدة تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الالكترونية تكشفت وزارة الداخلية عن اجراءات جديدة تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الالكترونية فيما حدد الخبير القانوني طارق حرب عقوبة مروجي هذا الخطاب وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معا أن هناك إجراء متخذ ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني وقيادة العمليات المشتركة بحق المواقع التي تروج للطائفية مبينا أن هناك إجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية والطائفية وأضاف أن المواد القانونية واضحة من خلال قانون العقوبات العراقي في المادتين 2010 و211 الخاصتين بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقية لافتا إلى أن تلك الأخبار والفيديوهات المفبركة تبث في أوقات تدعو الجميع إلى أن يكون ضمن طور السلمي الأهلي وليس لإثارة المشاكل من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب لوكالة الأنباء العراقية أن هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور العراقي مسؤولة عن محاربة بث الخطاب الكراهية والشائعات التي تمس أمن الدولة وأضاف أن القانون العراقي يحاسب بث الدعايات الشائعات بعقوبة حبس تصل إلى عشر سنوات لافتا إلى أن خطاب الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي تصنف بالمساس بأمن الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر